السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته أهلا وسهلا بجميع المتتبعين الأوفياء شكرا لكم بزف بزف على الدعم ديالكم واللي يخطيكم عليها كاملين مرحبا أيضا بالمشتركي للجدود لأول مرة غادي يشوفوا القناة نتمنى تعجبكم وتتفضوا منا ما تنسوش ديروا الاشتراك واللايك وفعلوا الجرس باش يوصلكم دائما للجديد ما تنسوش أيضا تتابعوني على الانستغرام للمزيد من المعلومات غادي نخلي لكم الرابط في التعليق الأول انتم عارفين كاملين بأن الإضاءة تستخدم كعنصر أساسي في حياتنا اليومية سواء في المنزل أو في العمل أو في أي مكان آخر لكن الدور دياله في السنوات الأخيرة لم يتوقف على الإناءرة باش نميزوا الأشياء فقط بل تم إدخالها كعنصر جمالي في الدكور واليوم في هذا الفيديو غادي نقدم لكم نصائح مهمة حول توزيع الإضاءة في المنازل ديالكم غادي نقربكم بعض الأخطاء اللي كانت ترتاكب في هذا التوزيع وبطبيعة الحال كيفاش نتفادوا هاد الأخطاء وبطبيعة الحال كيما العادة فيديو مميز تابعوه إلى الآخر ولكن قبل ما نبدأو هبطل تحتو ديروا واحد اللايك ما غادي تخسرو والو ونتمنى للقاء عدد المشاهدات بعدد اللايكات أول حاجة أخصكم تعرفوها وتكونوا على دراية تامة بها هي أنواع الإضاءة المنزلية وأول نوع كيما كتشوفوا معايا هو الإضاءة العمى أو المحيطة واللي كتشمل كامل الغرفة وهاد النوع ديال الإضاءة هي إضاءة أساسية بطبيعة الحال لأنها كتستهدف إضاءة كل ركن في الغرفة وكتبنا على هاد الإضاءة هادي كتبنا عليها إضاءة وحدة أخرى اللي هي إضاءة ديكورية غادي نشوفوها فيما بعد وهاد الإضاءة هادي كتتمثل كيما شفتم معايا في الصور في التريات مصابح ديال السقف اللي كيكونوا في الجبس يعني كنا عدة أنواع دائما كنت لقى عدة أسئلة حول الإضاءة من عدة إخوان ولكن المشكلة كيكون فات الفوت كيكونوا هاد الإخوان وطلوا للمرحلة النهائية يعني داروا الزليج داروا إصباغا بقتلوا مغير المرحلة ديال الاسبوت ولكن اللي غادي نوصيكم عليه هي يفكروا في جميع أنواع ديال الإضاءة أثناء التمديدة ديال الكهرباء يعني مني تبغيو تديرو استالاسيون لولا ديال الكهرباء فكروف تسميم وباش تحطوا كل حاجة في بلاستها بلا ما تديرو خدمة معاودة وحتى الإضاءة العامة اللي تكلمتلكم عليها مخصاش الدار بوحد طريقة عشوائية ويدداروا ليسبوت يعني بوحد شكل مبالغ فيه أو لا يتحطوا في وحد براسة اللي مخصوا مش يتحطوا فيها أغلبية الأخطاء اللي كيدداروا في هذا المجال هذا غادي تشوفوهم معايا في آخر فيديو وغادي نحاول نعطيكم النصائح باش تفادواها وخصوصا بالنسبة للإخوان اللي باقين في المرحلة الأولى دابا غادي تشوفوا معايا نوع الثاني ديال الإضاءة وهو ما يسمى بإضاءة المهم غادي تشوفوا معايا شنو كان قصدو بإضاءة المهم هاد النوع ديال الإضاءة تستخدم لإتمام مهمة محددة سواء كانت في غرفة أو مطبخ بحل الفيديوز اللي كنستخدموه في المكتب كيما كتشوفوا معايا في الصور باش أثناء القراءة أو للكتابة كتكون عدنا الصورة أوضح ولهذا كيتسمى بالإضاءة ديال المهم يعني عنده واحد المهمة وايضا مثل الإضاءة اللي كنستخدموه وسط الدريسينك أو حتى البلاكار ديال الملابس لمالا هاد الإضاءة طبعا الحال عندها مهمة محددة هي أنها كتساعدنا نشوفوا الملابس اللي كتكون وسط الدريسينك نشوفوها مزيان يعني ما نعتمدوش فقط على الإضاءة العامة ما كتكونش كافية وايضا مثل الإضاءة اللي كنستخدموه في خزانة الكتب هاد النوع ديال الإضاءة كتساعدنا أيضا أننا منستعملوش الإضاءة العامة وخصوصا إذا كان معنا شخص كيستعمل نفس الغرفة وإحنا احتاجنا مثلا كتاب يعني ما نطروش نشعلو الإضاءة العامة ونبرسطو الشخص اللي معنا والإضاءة اللي كنستعملو بجوار المرآت هي أيضا من النوع ديال إضاءة المهام الدور ديالا أن الصورة ديالنا كتكون أكتر تضاح في المرآت وأيضا الإضاءة اللي كنستعملو تحت من البلاكارات سواء كانت ليد أو لا لسبوت الدور ديالا أنك تخلي هادك طاولة العمل كتكون في هالصورة أوضح وحتى الإضاءة اللي كتكون فوق الجزيرة اللي كتكون في المطبخ أو فوق طاولة الأكل كما كتشوفوا معايا حتى هي كنعتبروها من إضاءة المهام ده بغد نتقلو النوع الثالث ديال الإضاءة والنوع الآخر هو الإضاءة المركزة هاد النوع ديال الإضاءة يصممو فقط للتركيز على حدث معين داخل المنزل ديالنا بحيث كنوجه له الإضاءة فقط لإبراز الجمالية ديالو التفاصيل ديالو والأمثلة باش تفهمو أكتر كما كتشوفوا معايا الصورة مثلا عندنا واحد الركن أو واحد الحائط خدمناه بتحجاف أو لشي نوع ديال بطيبان أو لشي نوع ديال الصباغة مميز كنبغيو الرقزو لهذاك الحائط كنوجه له الإضاءة أو عدنا طابلو في الحائط أو في الطلعة ديال الدروج كما كتشوفوا معايا أو عدنا شي ديكور عدنا الغرس عدنا عدنا سقايا المهم أي مكان أي ركن في المنزل ديالك تحليتي فيه وديرتي فيه شي ديكور اللي هو مميز داروري ما تزيدو لسبوت كما كتشوفوا معايا باش كيكون أكتر تميزا دا بغادي نتاقلو الأخطاء اللي كنستعملوها في الإضاءة وكيفاش يمكن نتفادو هاد الخطأ أول خطأ اللي غادي نبدو به كيما كتشوفوا معايا في الصورة هو التوزيع ديال الاسبوت في المطبخ الخطأ اللي كيددار هما أن الإخوان كيددرو هاد الاسبوت قرابين من الحائط وكيجيوا فوق البلاكارات أو فوق تلاجة ولكن هو مخصوم يدارو بعادين على الحائط أو يدارو تحت من البلاكار باش يعطيونا الإضاءة والخطأ اللي تدار في هاد الصورة أن الاسبوت تدارو في واحد المكان غادي يجيوا مباشرة فوق الراس ديال الشخص اللي غادي يجلس لهذا الفوتاي هاد الخطأ أردو البال في الصالونات ديالكم الاسبوت يكونوا بعادين بثمانين سنتيمتر على الحائط كيما كتشوفوا معايا في الصورة باش الإضاءة ما تجيش مباشرة على الراس وعلى الوجه يعني يجي على الرجلين خطأ أخر يدارو خصوصا مني يجي القباس يخلينا البلاسة ديال الليد خص القباس يهبط بخمستاشار سنتيمتر باش عادي يخلي البلاسة في نعي دير الليد وكتجي الإضاءة دياله مزيانة بحلي في الصورة اللي من الجهة ديال الشمال أما له بط غير بعشرة سنتيمتر كتجي هادك الإضاءة ديال الليد ماشي مزيانة وانتو مع تشوفوها معايا في الصورة اللي من الجهة ديال اليمان وخطأ أخر كيددار في الحمام هو كي اللي كيددير الإضاءة مباشرة كتكون فوق الرصد ديال الشخص اللي عيكون واقف أمام المرآت الصورة ديال هاد الشخص في المرآت غادي تبان مواضحاش مظلمة في هاد الظل أما الإضاءة الصحيحة ستكون بجانبي المرآت باش كتكون الصورة واضحة والنصيحة الأخيرة اللي غادي نعطيكم في هاد الفيديو حول الإضاءة هي الدرجة ديال الإضاءة المناسبة اللي تستعملوا في المنزل ديالكم الدرجة اللي كتعجبني أنا بزاف واللي كتعطيك الشعور بالراحة وبالهدوء هي تلتالاف كيكون هادك اللون بين الأصفر وبين الأبيض الدرجة 4000 تقدرو تستخدموها في المنزل ديالكم في الاماكين اللي محتاجة الإضاءة قوية بحال المطبخ غرفة المكتب أما الدرجة التالاف ما كان نصحكم شي بها بتاتا نتمنى هاد الفيديو يكون أعجبكم واستفتوا منه ما تنسونيش ما اللايك 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 وبسلام عليكم في فيديو آخر نشهر